أعرب حزب الشعب الجمهوري برئاسة تحازم عمر عن تقديره لدعوة الأكاديمية الوطنية لتدريب للمشاركة في الحوار الوطني وأكد الحزب أنه يعكف على وضع رؤية لهذا الحوار على كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية مضيفا أنه سيطرح تلك الرؤية خلال ملتقى الحوار الوطني بكل شفافية وتعهد الحزب بالعمل للجاد والدؤوب نحو إيجاد المساحات المشتركة بينه وبين القوى السياسية الأخرى بغرض الحفاظ على صلابة وتماسك الجبهة الداخلية وتعظيم المصالح العليا للشعب المصري والدولة المصرية